السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاجل وردنا الآن الجزائر تضغط على الفيفا وتقول لن نسكت ولن نتنازل عن حقنا أتمنى من أخواني وأخواتي قبل البدء بهذا الفيديو أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك لمن تابعني أمس لايف أعملوا الساعة العاشرة والثلثة وقت مصر تكلمت كثيرا عن ماذا يحصل في الجزائر وهو اليوم بدأ يتحقق ما قلته أمس وردنا الآن الجزائر تضغط على الفيفا لن نسكت ولن نتنازل عن حقنا هذا ما قالته الجزائر الجزائر تشن هجمات مرتدة وتضغط على الفيفا لن نتنازل عن العرش بقضية بكاري جاسامة ويبدو أن الجزائر مصنم على الاسترداد حقها أكثر من أي وقت مضى على كسب قضيتها وهذا الصراع الذي حرضها على الكاميرون مدة أسابيع ولم يثبت قرار الفيفا رفض الجزائر أو إعادة المباراة إلى آخره كما ذكرنا في الفيديوهات السابقة وهذا ما أكده عبد الرازق وهو وزير الشباب والرياضة في تصريح أدل به في الصحافة الجزائرية الجزائر سوف تدافع عن حقوقها وهناك إجراءات قانونية سوف نتبعها وها خرج البطل الأفريقى المزوج من الصباق الموديال 2022 ويريد عمل كل الحلول الممكنة خاصة أنه مقتنع تماما أن الحكم بكاري قاسامة حسب الله ونعم الوكيل فيه كان متميز لمنتخب الكاميرون ولذلك نتوقع معركة قانونية جديدة من محتمل تكون لصالح الجزائر بإذن الله تعالى ونختم ونقول أيضا لن نسكت ولن نتنازل عن حقنا وسوف نكون دائما مع الجزائر كما أقول دائما في حال إعادة تأهل لا إعادة ولا تأهل سوف نبقى دائما